شهادات خبرة بسعر مناسب لمساعدة المساحين خارج مصر. خبرة بدون خبرة. السلام عليكم والأخبار معكم بسم السعيدة من صفحة السؤال في المساحة والنهاردة هنتكلم في قضية كده يمكن لوحد بيسكرول في الفيسبوك فلاقي اعلان جريب شوية معظم الاعلانات بتمنحك شهادات خبرة وانت ما اشتجلتش يعني الناس تقول لك كده تعالى هنيكمل لك شهادة خبرة بسنة سنتين تلاتة والسنة بكزا ما كاتب كتير شهادة بالنمط ده عشان كده ما بقاش في مصداقية لموضوع الشهادة لان قوة اعتماد الشهادة شهادة خبرة دي بتأتي من قوة الجهة المنحة فالناس تبدأ تقول لك والله انا ممكن اطلع لك شهادة خبرة من مؤسسة فلان مؤسسة ايلة بس هو عنده سكاك خلفية منها فيقوم رايح دافع ويطلع لك الشهادة طيب هل الشهادة دي مناسبة يعني الناس كده تقول لك انا انا ممكن اخد شهادة زي دي وسافر ايوة ممكن تاخد الشهادة دي والسافر لانها بتمنحك خبرة غير واقعية خبرة وهمية مش عندك هتقول لي عندك تلات سنين يعني في نص شهادة الخبرة هيقول لك ايه يشهد المكتب الفلاني او الشركة الفلانية ان فلان اسند او انجز جميع الاعمال المسندة اليه في الفترة من الى طبعا بحكم سنة او سنتين او تلاتة مثلا في مجال مرافق في مجال انشاءات في مجال تركيبات في مجال طرق طب وفلان ده بقى مع الخبرة دي كلها المفروض يكون عنده فاعل على قدر السنوات بتاعت الخبرة دي للأسف الناس بتتفاجئ بعد كده ان فلان عنده تلات او اربع سنين خبرة وشريهم مثلا من مكتب او شريهم من مؤسسة امي يعني انا رجل صاحب اكاديمية او بحكم ان احنا اه عندنا اه اكاديمية سؤال في المساحة او اس كيو اكاديمي الواحد بينطلب منه مواضيع زي دي يقول له تعالى قد شهادة اروح اشتري وادفع طب لا ما ينفعش تامل حاجة كده ليه لان انت دلوقتي اخدت صفة الغش من غشنا فليس منه ما ينفعش تدي لحد شارت خبرة حتى المتدربين اللي عندنا في في الاكاديمية ما ينفعش تديهم شارت خبرة ليه ما اسندتش ليه عمل لمثل فترة زمنية معينة وانجزه لا هو جيه اخد كورس معين فالشهادة اللي بيتم منحها اليه هي شارت ايه شهادة انجاز كورس او اتمام كورس بالفلان الفلاني اتم الكورس الفلاني فترة كزا واخد في الكورس واحد اتنين تلاتة فبالتالي لا حتة انت حد يقول لك لفظ شهادة هو هو عايز يبيعه خلاص يعني اي حد شغل بالنمط ده في معظم الناس ومعظم الوسسات في الجمهورية شغالين بنمط ان هو اللي كان يبيع شهادات يبيع كزا ما انا راجل احفاق عامل دي سجل تجاري وبطاقة دريبية عايز اشغاله بقى ختم ختم واي حد زي ما انتم عارفين عنده سجل تجاري وبطاقة دريبية سهل قوي ان هو يروح يعتمد اي شهادة يختم وبعد كده يروح يودي للخارجية يعتمد كل الموضوع ده ممكن ما دخلش عليه في خمسين ستين جنيه في المتوسط بتبالغ شوية كمان ويديه للمتدرب او يديه للرجل اللي طالبه عشان مزنوق في صفر مثلا في سنتين تلاتة خبرة يديه مثلا بالف ولا الف ونص ولا الفين فازمة كبيرة الناس مش حاسة بقيمة المبادئ في الموضوع ده يعني الغش نفسه حرام وانت كمان بتضر فلان فلان ده اللي طلع بتلات سنين خبرة برا اللي موظفه او اللي معينه متوقع منه مستوى زي ده انت دلوقتي بتروح هناك ما بتعرفش يشتغل خالص بتروح هناك بيلاقي ان ما فيش كفاءة بتقابل الخبرة دي فبالتالي الراجل اللي موظفه هيبدأ يتقفف من الموضوع ويقول له امشي مش عايزك يبقى الراجل سافر على الفاضي خليت واحد ياخد خطوة في مستقبله في الفاضي ورجع تاني مشكلة يعني حتى لما بتبقى في موقع دلوقتي قاعدين بقى موجود وحد يجي يتقدم ليه وظيفة فانترفيو بيكون كالتالي بيطلع عليه الشهادات بقول له والله سيبها اركنها على جنب بمبص على السيفي بص بسيطة السيفي بتاعك اللي المفروض يبقى صفحة واحدة زي ما قولنا قبل كده ان انت ازاي تعمل سيفي وده لو ما تفرجتش عليه الفيديو ده مهم جدا ان شاء الرحمن هتلقي في علامة الاي دلوقتي لازم ترجع تتفرج عليها عشان يبقى عندك سيفي قوي تعرف تشتغل به فاجي نبص السيفي بتاعه خلاص انت نفست واحد اتنين تلاتة اندردش شوية بعد كده بتعرف تعمليه بعرف اعمل مثلا انسب طرق اشتغل اشتغل تنسيب طرق طيب والله جريدر واقف تحت انزل خد العربية هتوديك معاك الميزان وابدأ اشتغل احطك تلات او اربع او اسبوع او اسبوعين تحت الاختبار وتبدأ تشتغل وتثبت كفاءة ده الدارج دلوقتي لان الناس ما بقتش تصق فيه موضوع الشهادات ليه؟ لانها بتباع للأسف بقى فيه نمازج غير يعني هلولو مش حتة اخلاقية لكن المبادئ بتتجزق عند الناس كتير يقولك احنا مش عايزين فلوس وتلاقيهم للأسف بيطلعوا الشهادات وفيه اكم من امثلة في الجمهورية على النظام ده لكن انا كباسم سعيد مرشحش ان انت تروح تشتري شهادة بالشئيل فلاني عشان تتحط في مكان انت مش مؤهل لي الفترة دي اللي مقولش انت ما تستحقهوش انت تستحقه زيادة لكن انت غير مؤهل لي الفترة دي قدرك من الخبرة مش حمشيك فيه هتقع وحتضطر ان انت تغير الكير اصلا بحكم انك دخلت الطريقة خاطئة عايز سافر اصبر على نفسك هنا لحد ما فعلا تاخد خبرة يعني انت ممكن تشتجل سنة كاملة هنا سنة كاملة هتكافئ واحد مطلع شهادة خبرة باربع خمس سنين وممكن يكون الواحد ده اصلا ما اشتجلش الى ستة سبع شهور متخرج بقاله فترة وكان بعيد عن المجال وراجع تاني جات له فرصة صفر كويسة قالك لا ما هو الخبرة بتاعتد من سنة التخرج يعني الراجل متخرج من الفين وعشرة ودلوقتي الفين واحد وعشرين فبقاله 11 سنة خبرة وممكن 11 سنة دور كان بيروح تقريبا شغال كشير في محل فلا واحد جاب له شهادة خبرة ببشير فولاني برضو من الطرق الخلفية او جاب له حتى شهادة بإتمام دراسة معهد للأسف فالموضوع كده ما ينفعش الموضوع ان انت هتبدأ تشتجل وتسقط من نظر المدير بتاعك عشان انت مش عارف تديره كفاءة اللي هو متوقعها منك يبقى افضل طريق ان انت تطور من نفسك فعلا وتبدأ تجتهد ان شاء الرحمن وفي قول عايزك تحطه قدامك على طول خصوصا في بدايات شغلك تحمل ضغطات العمل في بداية حياتك حتى تؤهلك لمنصب اعلى فيما بعد عشان تعرف تاخد الخبرة اللي انت هتعرف تستند عليها قدام وتطلب فيها راتب لازم تتحمل ضغطات العمل وتتحمل المديرين وتتحمل الاشخاص والرواتب الوليلة او الضحلة عشان تبدأ تكون خبرة توقفك على ريجلك قدام افضل من كل الخبرة السورية اللي الناس بقت تتاجر فيها للأسف وبقى الموضوع مش اخلاق خالص يعني واظنك انتهينا من حلقة النهاردة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشايره عشان تفيد غيرك وسبحانك اللهم وبحمدك نشتغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر